شركة توزيع المنتجات النفطية تستكمل إجراءات تزويد أكثر من أربعة آلاف مولدة غير مسجلة سابقا بالوقود آلية جديدة اتبعت شركة سرعت من تسلم أصحاب المولدات مادة القاز في عموم المحافظات فيما سيشمل المئات منهم خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تسجيلهم رسميا لدى الوحدات الإدارية شركة توزيع المنتجات النفطية قدر تعلق الأمر قامت بتجهيز أصحاب المولدات المسجلة بواقع 30 لتر واختزلت حلقة الروتين للمولدات التي ليست لديها حصة وقودية في شركة توزيع واعتمدت على أساس الكشوفات التي أرسلت من الوحدات الإدارية سواء في محافظة مقدار وباقي المحافظات وتم تجهيز أربعة آلاف وتسعمائة مولدة من أصل ستة آلاف مولدة تثبيت تسعيرة الأمبير ومتابعة المخالفين عملية أكدت محافظة بغداد أنها تخضع لتقييم مستمر من اللجنة المشتركة التي تحتمد بقرارها على ساعات التجهيز وكميات الوقود المجهزة لأصحاب المولدات قبل نهاية كل شهر أربعة وخمسة أيام بالتوجيه من السيد المحافظ يكون هناك اجتماع يؤقد في ديوال محافظة بغداد يتحدد وفق معيارين مهمين المعيار الأول هو مدى تجهيز الطاقة الكهربائية في هذه الفترة وكذلك المتوقع الفترة القادمة الشهر المقبل ووضوع الثاني هو الكمية الوقودية أو كمية الوقود المجهزة التي تطلقها شركة توجيه المنتجات النفطية شمول هذه الأعداد من المولدات الأهلية بحصة الوقود رافقه تأكيد حكومي على مراقبة آداء أصحابها من خلال تعاون المؤسسات الخدمية والأمنية والمواطنين أيضا عباس نعم العراقي الإخبارية بغداد